الفرق بين البط المولر والبط المسكوفي واعرفهم ازاي وفرق ما بينهم ازاي وكمان البط البلدي اكتر انواع بط الناس بتطلق بط فيها وبتجيب البط المولر ساعات يتغشوا على انه هو مسكوفي ونجيب البط المسكوفي على انه هو مولر هقولك بقى تعرفي ازاي البط المسكوفي من البط المولر نبدأ الاول كده ونسمي الله معانا البط اللي في ايدي دي دي بط المسكوفي طب انا عرفت منين اولا راسها صمرة وكمان اكتر حاجة بقى بتميز المسكوفي انه رجليه بيكون صمرة زي ما انتوا شايفين كده او فيها جزء كبير اسمر والمنقار كمان بتاعه بيكون اسمر تمام سيبك من الالوان بتاعك الجسم اهم حاجة هتركزي على المنقار وعلى الرجلين اما البط المولر فهو بيكون ايه لونه اسفر وفيه اجزاء صمرة المسكوفي العكس بيبقى اسمر وفيه اجزاء صفرة فده ده اللي فيدي التانية دي دي المولر زي ما انتوا شايفين كده المنقار بتاعها ابيض او لونه فاتح وردي ورجلها كمان هنلاقيها صفرة انا كده عرفت المولر من المسكوفي النهار ده هنبدأ مع بعض دورة جديدة للبط عشان حبيب اللي عمالين يقولوا فين دورة البط طبعا احسن وقت تربية البط هو الشتاء ولكن احنا مش هنوقف حاجة علشان حاجة احنا بنعرف او الحمد لله يعني طول مدام انت موفرة ليهم مكان كويس درجة حرارة كويسة مناسبة ان شاء الله البط هيبقى حلوة معاك البط ما بيحبش الحر البط عكس الفراخ ناس كتيرة بما تيجي تحضن البط اللي هي لسه متدقين يوموا محضرينه زي وزي الفراخ البيضة لا اول اسبوع بس ده بالنسبة للمسكوفي لكن مجرد ما كامل اسبوع تخفي عنه الحرارة خالص زي ما انت شايفة كده بحاول اوريكي الفرق شايفة يعني اهو المسكوفي رجله سودة رجله سودة حتى لو فيها حتة بيضة بس اغلبية سودة المنقار اسود اما المولر لأ المولر تلاقيه فاتح البط البلدي بقى بيبقى ليه شرطة كده عند عينه بيبقى عينه متكحالة من جنب بتحسيها له شكل تاني وبعدين بيبقى الاصمر فيه اه في نقط مش حتة كاملة زي ما هو في المولر كده وفي المسكوفي لأ بتبقى في نقط كده في البلدي تمام؟ انا بقى جيبت كزا نوع مع بعض علشان اقولك بردو انك تقدر تربي كل انواع البط مع بعض عادي يعني بط مولر مع بط مسكوفي وان شاء الله كنت عايزة اجيب بط اللي هو ابوعين حمرة سواء بيبقى الماني او فرنساوي هو اسمه كده ابوعين حمرة ده ما شاء الله بيكبر بسرعة بيجيب اوزان بسرعة بس لما روحت اجيبه لقيته الرجل انا بجيب منه بيبيعوا عمر كبير عمر اسبوع او اسبوعين يعني حوالي بتاع 10 اتنشر يوم فقلت خلاص انا ربي دول لحد يبقى 10 اتنشر يوم وبعدين بيجيب عليهم ايه كمان بط من اللي هو ابوعين حمرة ده ايه بقى اكتر بط من دوت ممكن يكمل معانا او يجي معانا بسرعة ويجيب معايا شيل معايا وزن بسرعة الناس اللي بتبقى عايزة دورق سيارة ووزن سريع هو البط ابوعين حمرة سواء فرنساوي او الماني هو اسم كده ابوعين حمرة بتلاقي سعره غالي شوية يعني انا سألت عليه قالولي الجوز بمية خمسة وسبعين جنيه بس ايه متربي يعني عمره عشر اتنشر يوم اللي انا جاي بط المسكوفي ده الجوز بخمسة واربعين جنيه المولر تقريبا الفرق ما بينهم على خمسة جنيه بس المولر الجوز باربعين جنيه يعني الواحدة بعشرين انما ده الواحدة بكام سبعة وثلاثين ونص سبعة وعشرين ونص المهم يقسموه منتو خمسة واربعين الجوز من ده بخمسة واربعين والجوز من المولر باربعين بس فرق خمسة جنيه بس ما بينهم طيب بالنسبة بقى للفروق التانية ما بين المسكوفي والمولر ده بياخد وقت قد ايه وبيشيل وزن قد ايه وده بيقوله هقولك على التلاتة انواع اللي انا هربيها ان شاء الله المولر اسرع حاجة بعد البعين حمرة يعني هنبدأ ببعين حمرة الاول انا لسه ما جبتوش البعين حمرة ده ما شاء الله على عمر شهرين ممكن يوصلك تلاتة كيلو تلاتة كيلو ونص اربعة كيلو على حسب ايه التهجيم بتاعك وايس انت عرفت الزباطين ما تعبش معاك وان شاء الله خلال الدورة دي هقولك على اسرار كتيرة جدا وحاجات كتيرة جدا ما تخليش البط يتعب معاك ولا يخس او وزنه يقل معاك البط اللي قلنا البط اللي بوعين حمرة اكتر بط دورته سريعة ويشيل معاك وزن بسرعة لو حتى عايزة تربي في بلا كونر تجيبي تلاتة اربعة خمسة هيبقوا حلوين جدا 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 ولو جبت مثلا كل شهرين كده هيبقى عندك بط باستمرار اما بالنسبة للبط المسكوفي اللي هو اللي في ايدي ده ده بياخد تلات شهور على بال ما يكبر ويشيل وزنه وتبقى الناس بس اما الدكور فبتاخد اربع شهور طيب ممكن اسيبه اكتر من كده او طبعا ده زي البلدي انما المولر بياخد من شهرين ونص لتلاتة بيشيل اوزان اتنين ونص تلاتة ممكن اربعة لو انت بقى ايه النوعية بتاعته جيدة واكلتي اكل كويس الميزة المسكوفي كله ده علشان الدهون طبعا اللي رب معي قبل كده عارف ان موضوع الدهون ده مش هتلاقيه خالص خالص وانه بفضل الله بنعمل اكل بيحول كل الدهون في جسم البط للحم بتاكل اللحم بيبقى زي السكر مشاكل البط كلها كلها بتكون حاجتين اتنين اما درجة حرارة مش مزبوطة يعني البط تكتم وتحرب زيادة فده بيخليه ينشف وما يشيلش وزن تاني نهائي لو كتمتي على البط عدو البط الاول الحرارة الزيادة اول اسبوع بالنسبة البط المسكوفي فهو بيحتاج درجة حرارة دافية جدا في اول اسبوع او اي بط لسه عمر اسبوع اه ممكن نخلي درجة الحرارة 35 و36 كمان اول اسبوع بعد الاسبوع ما يتم لازم ابدأ اخفض في درجة الحرارة لان البط بيحبش الحرارة ابدا البط بيحبش درجة الحرارة الحلوة الحر بزيادة بيبوز الجهاز اللي هو بتاع النمو عند البط وتلاقي البط ايه دعف منك ونشف خالص تاني حاجة المعوي بسبب العك يعني البط دايما بيحب يعقف المية كتير والمشكلة دي الحمد لله هتحليها معانا بكل بساطة خلال الفيديوهات اللي جاية وهنعمل بعد كده فيديوهات زي استقبلنا ونعمله ايه وكل حاجة وياكل ايه ويشرب ايه باذن الله يوم بيوم كده بس دعواتكم ادعووا لي انه ربنا يكفيني شر المرض وشر الهم والغم وشر الحاجات الكتير اللي بتقف وتخلي الواحد ما يعرفش يعمل اي حاجة كده يبقى انا هنربي مع بعض دورة تعتبر كوكتيل بط مولر وبط مسكوفي وبط فرنساوي اللي عايز يلحق يجيب بط علشان العيد الكبير هاتي بط الفرنساوي ابوعين حامرة ماشي اا او هاتي مولر او هاتي عملي زي كده انا جايبة جوز من كل نوع الار 41 ده بيشيل وزنه بيبقى كويس جدا البط اللي هو المسكوفي ار 41 ده افضل نوع اما البط المولر او البط البغال فبيبقى انت وحظك مع الرجل انت جايبة منه بقى في ناس بيجيبوا تهجين عالي وفي ناس بيجيبوه يعني مش قوي فعلى حسب الحظ اجمل من كل الانواع البط طبعا البط البلدي بس البط البلدي رخم انه وقته بياخد وقت طويل تزهقي عايزة بط بلدي جميل يبقى بط بلدي متهجن يبقى الدكر مسكوفي والنتايا بلدي او العكس النتايا بلدي والدكر مسكوفي بيطلع سلالة هيلة جدا 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 ده كانت اهم المعلومات النهاردة عن البط واستقباله وكنا بنزغرات له كده بس كده في الاول وان شاء الله تابعوني عشان نشوف هنأكله ايه وهنعمله ايه شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته